اهلا ومرحبا بكم اعزائي المتدربين في الفيديو الثالث لليوم الخامس من التدريب بعنوان قيادة عملية تصميم خبرات التعليم والتدريب الالكتروني التخطيط الذي سنتناول فيه الموضوع الثاني بعنوان أنظمة إمكانية الوصول ولوائحها نحو إيطاحة التعليم الالكتروني وبنهاية التدريب على الموضوع الثاني سوف تكون قادرا على أن تشرح أنظمة إمكانية الوصول ولوائحها نحو إيطاحة التعليم الالكتروني تعدد المبادئ الأساسية لقواعد محتوى الويب وسنتطرق معكم لأهم الموضوعات الفرعية في الموضوع الرئيسي الثاني في اليوم التدريبي الخامس وجدت حركات رئيسية لتنسيق مجموعة من المبادئ التوجيهية لإمكانية الوصول للويب الأولى والأكثر شهرة هي مبادرة الوصول إلى الويب ويب Accessibility Initiatives والتي تعد جزءا من رابطة شبكة الويب العالمية W3C حيث طورت هذه المنظمة إرشادات الوصول إلى محتوى الويب واحد ومحتوى الويب اثنين والتي تحدد ماذا يجب فعله عند برمجة صفحات الويب لجعل محتواها متاحا للجميع بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة ويشير محتوى الويب بشكل عام إلى المعلومات الموجودة في صفحة الويب أو تطبيق الويب بما في ذلك النصوص والصور والنماذج والأصوات يتم تقسيم قواعد محتوى الويب إلى ثلاث مستويات من الامتثال A, AA, AAA ويتطلب كل مستوى مجموعة أكثر صرامة من إرشادات المطابقة مثل الإصدارات المختلفة من ال-HTML الانتقالية مقابل الصارمة والتقنيات الأخرى التي يجب دمجها في الترميز قبل الانتهاء من التحقق من الصحة وتتيح أدوات التعليم أو التدريب الإلكتروني للمستخدمين إرسال موقع الويب الخاص بهم وتشغيله تلقائيا من خلال إرشادات الويكيك وإعداد تقرير يوضح ما إذا كانوا يتوافقون مع كل مستوى من مستويات الامتثال أم لا ويقدم Adobe Dreamweaver أيضا مكونات إضافية تسمح لمطور الويب باختبار هذه الإرشادات على عملهم من داخل البرنامج ومن أهم المبادئ الأساسية لقواعد محتوى الويب التي تعتمد على التقنيات والوثائق التي تحتويها قواعد محتوى الويب والتي تحتوي تفسيرات واستراتيجيات وأمثلة مفصلة ما يلي الصور استخدام صيقة بديلة لوصف وظيفة كل صورة حتى يتسنى للمستخدمين الذين لا يرون الصورة على الأقل التعرف على محتواها كالمستخدمين الذين يعانون من ضعف البصر أو المستخدمين الذين يستعملون أجهزة في شاشات صغيرة أو شبكة ويب سرعتها بطيئة خرائط الصور استخدام خرائط الصور يجب أن يكون من جانبي متصفح الويب العميل فقط الوسائط المتعددة صوت صورة فيديو يجب تقديم تعليق مكتوب أو أوصاف مكتوبة عن أي فيديو الروابط ذات النص التشعبي أي عنوان انترنت استخدام نص ذي معنى كي يفهم عندما يقرأ حتى بدون السياق على سبيل المثال تجنب وضع الأمر اضغط هنا الصفحات المنظمة استخدام العناوين بشكل منظم ومتسلسل هيدنغ 1 ثم هيدنغ 2 ثم هيدنغ 3 إلى آخره والقوائم وهيكل متسق ويجب استخدام صفحات الطرز المتراصة CSS للتصميم حيثما كان ذلك ممكنا الخرائط والرسوم البيانية يجب استخدام تلخيص وافي المخطوطات والبرمجيات والبرامج المساعدة يجب توفير بديل مضمون في حال تعذر وصول محركات البرامج إليها أو أنها غير مدعومة الأطر استخدام العنصر بدون أطر no frames أو عنوين ذات مغزى الجداول اجعل قراءة الصفوف صفا صفا ممكنة ووفر تلخيصا للجدول واستعمل الجدول للمحتويات فقط ولا تستخدمه للتصميم أبدا افحص العمل استعمل الأدوات المتوفرة وتأكد من صحة صفحات الويب وامتدادا لما قامت به حكومة المملكة العربية السعودية من جهود كبيرة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحرص المملكة على تبني نصوصا تنظيمية تكفل ذوي الإعاقة الحد الأدنى من معايير إمكانية الوصول في هذا العصر الرقمي والذي سيمكن من تطبيق الويب للجميع والذي سييسر الوصول لجميع الأشخاص في جميع الاختلافات تماشيا مع رؤية المملكة عشرين ثلاثين التي نصت على سنمكن أبناءنا من ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم في وصفهم عناصر فعالة في المجتمع كما سنمدهم في كل الأدوات والتسهيلات التي تساعدهم على تحقيق النجاح في الختام نكون قد وضعنا بين أيديكم أهم الموضوعات الرئيسية الخاصة في الموضوع الثاني بعنوان أنظمة إمكانية الوصول ولوائحها نحو إيطاحة التعليم الإلكتروني في اليوم الخامس من التدريب المعنوني بقيادة عملية تصميم خبرات التعليم والتدريب الإلكتروني التخطيط شكرا لحسن إصغائكم ونسأل الله أن يعود عليكم بالنفع والفائدة متمنين لكم دوام التفوق والتميز ترجمة نانسي قنقر